أهلا ومرحبا بكم نقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات ونبدأ ساعتنا الأولى من الحر الليلة من طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق إسرائيليين وفلسطينيين حيث طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن مين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالنت على خلفية الحرب في قطاع غزة إضافة إلى ثلاثة من قادة حركة حماس هم يحيي الصنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية وقع ما كان يخشاه ويحذر منه رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه ومعه وزير دفاعه يواف جالنت بتهمات ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية في غزة المدعي العام للمحكمة قال إن التهم الموجهة إلى قادة إسرائيل تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة والقتل وإن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يتحمل المسئولية الجنائية عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتب وفحصها لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بن يمين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ويواف جالنت وزير الدفاع في إسرائيل يتحملان المسئولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل وفيما يتعلق بتصرفة حماس في السابع من أكتوبر الماضي قال خان إنه رأى بنفسه المشاهد المدمرة لهذه الهجمات والأثر العميق للجرائم غير المعقولة مشيرا إلى أنها تسببت في إحداث آلام عميقة داخل الأسرة الواحدة في إسرائيل من خلال القسوة الشديدة وإن هذه الأفعال تتطلب المساءلة وبناء على الأدلة التي جمعها مكتب وفحصها لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى سنوى الرئيس حركة حماس ومحمد دياب إبراهيم المصري المشهور باسم ضيف القيد الأعلى للجناح العسكري لحماس المعروف باسم كتاب القسام وإسماعيل هانية رئيس المكتب السياسي لحماس يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أراضي إسرائيل وفلسطين في قطاع غزة اعتبارا من السابع من أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين على الأقل وتمثل أوامر الاعتقال ضد سياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية قادة في مستوى رفيع لدولة حليف ووثيق للولايات المتحدة وفق شبكة سي إن أن الأمريكية التي أشارت إلى أن لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ستنظر الآن في طلب خان إصدار أوامر الاعتقال انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين واعتبر بايدن أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين أمر مثير للغضب معتبرا أنه لا يوجد أي تكافؤ بين إسرائيل وحماس ومؤكدا وقوف الولايات المتحدة دائما إلى جانب إسرائيل ضد ما وصفها بالتهديدات التي تتعرض لها أو يتعرض لها أمنها من جهته علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على قرارات الجنائية الدولية بوصفها بالمخزية كما قال مشيرا إلى أنه من شأن هذه القرارات تقويض جهود التوصل لاتفاق رهائن ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة في الشهر الثامن لاندلاع القتال في قطاع غزة طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن مينة نياهو ووزير دفاعه يواف غالنت بتهمة ارتكاب جرائم حرب بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة حماس هم إسماعيل هنية ويحيى الصنوار ومحمد المصري المعروف باسم محمد الضيف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أشار إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالنت تشمل التسبب في الإبادة واستخدام الجوع كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية واستهداف المدنيين عمدا في الصراع كما أعلنت المحكمة السعي لإصدار مذكرات اعتقال مشابهة لكل من قائد حركة حماس في غزة يحيى الصنوار وزعيم كتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف والقائد السياسي للحركة إسماعيل هنية لكن هنا يبرز سؤال عن مدى صلاحية المحكمة في هذه القضية لمقاضات نتنياهو أو إصدار مذكرة اعتقال بحقه وذلك نظرا لعدم عضوية إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية وأن اختصاص المحكمة ينحصر فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على معاهدة المحكمة أو من قبل مواطنين من هذه الدولة غير أن المدعي العام أجاب على هذا السؤال بالتأكيد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافقت السلطة الفلسطينية رسميا على الالتزام بالمبادئ التأسسية للمحكمة في العام 2015 المحكمة الجنائية الدولية تعتبر ملاذا أخيرا للمقاضات حيث لا تتدخل إلا عندما تعجز السلطات الوطنية عن وقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساسا إلا أنه ليس للمحكمة قوة شراطية خاصة بها لتعقب واعتقال المتهمين وبدلا من ذلك يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية في كل دولة عضو في المحكمة لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقل المتهمين إلى لاهاي مقر هذه المحكمة وهنا تكمن نقطة ضعف هذه المحكمة المزيد ينضم إلينا من ولاية ميزوري المحام المختص في جرائم الحرب الدولية وأستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة سانت لويس البروفيسور أفنسو سيكسس نونيس أهلا ومرحبا بك البروفيسور نونيس أبدأ معك لماذا يوصل الآن مدعي عام محكمة الجنايات الدولية برأيكم بإصدار هذه المذكرات مذكرات اعتقال بحق مسؤولين من إسرائيل وكذلك في المقابل من حركة حماس وهذه الحرب بين الجانبين دخلت شهرها الثامن طاب يومك وشكرا لاستضافتي فيما يتعلق بسؤالك صحيح أن الطلب الخاص بإصدار مذكرات اعتقال لهؤلاء الأشخاص الخمسة المنقرطين في النزاع جاء اليوم ولكن حتى مع القاضي أو المدعي العام السابق المحكمة الجنائية بدأت التحقيقات بشأن ممارسات وسياسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني على الرغم من وجود هذه القضايا وهناك قلق طبعا من النزاع الذي بدأ في السابع من أكتوبر إلا أن المحكمة الجنائية كانت تنظر على ممارسات من جانب إسرائيل وحماس منذ عام 2021 إذن هذه المذكرات لا تتعلق بالنزاع الحالي ولكن بهواجس المحكمة الجنائية التي ظهرت منذ عام 2021 نعم قال كريم خان مدعى محكمة الجنائية الدولية إنه يسعى لإصدار هذه المذكرات مذكرات التوقيف من ناحية القانونية والقضائية ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبع لإصدار هذه المذكرات بالفعل هذا سؤال مهم جدا أحيانا الناس تضيع في القضايا القانونية ما هو موجود هنا هو بيان شبه عالني من جانب المدعي العمومي الذي قدم أسماء واتهامات ضد هؤلاء الأشخاص الخمسة ثلاثة من حماس واثنين من الحكومة الإسرائيلية الآن عليه أن يقنع القضاء قضات المحكمة بأن هناك شكوك معقولة بالنسبة لهذه التهم يجب أن يكون هناك دليل أن التهم ارتكبت أو تمت ثم يصدر القضاء أوامر الاعتقال وهناك 124 دولة عضو في المحكمة عليها أن تنفذ وتعتقل السيد نتنياهو ووزير دفاعه جالنت وأيضا أعضاء حماس الثلاثة وكم يأخذ هذا من الوقت أن يوافق قضاة المحكمة على هذا الطلب وهل يمكن أن يكون هناك سيناريو رفض لطلب المدعي العام في هذا الإطار بالنسبة للرفض هناك دائما هذا الاحتمال ولكن مستوى الأدلة التي قدمها المدعي العمومي وأيضا المعلومات القادمة من طاقم الخبراء الذين ساعدوا المدعي العمومي أجد من الصعوبة أن يرفض القضاء فيما يتعلق بالجدول الزمني لا نعرف بالضبط مثلا في حالة الرئيس بوتين وسيدة ماريا بلوفا في روسيا إصدار المذكرة تم خلال شهر ولكن رئيس السودان السابق الأمر تطلب تسعة أشهر قبل أن يستصدر مذكرة الاعتقال أعتقد أنه خلال عدة أشهر سيكون هناك ربما مذكرة اعتقال من قبل قضاة ما قبل المحكمة إذا كل شيء صار حسب الأصول وإذا كان هناك رضا عن مستوى الأدلة التي قدمها المدعي العام إذا ما افترضنا أن هذه المذكرات مذكرة اعتقال قد صدرت بالفعل من محكمة الجنايات الدولية ما الخطوات بعد ذلك ونعلم بأنه ليس لدى المحكمة أي أدوات تنفيذية لهذا الاعتقال أما أنها ستكتفي ربما بإصدار هذه المذكرات فقط عندها هناك مشكلة الدول التي يجب أن تمتثل بمذكرات الاعتقال الصادرة التي أصدرتها المحكمة وعلينا أن نقدم لأن المحكمة لا تتهم أي أحد غيابيا يجب أن يحضر هؤلاء الأشخاص الخمسة أو يتم تسليمهم إلى لاهاي وعندها يكون هناك تأكيد لأتهم وتقديمها أو عرضها على هؤلاء الأشخاص الخمسة وبعدها تكون هناك إجراءات المحكمة العادية ولكن الشيء الأول هو أن إحدى الدول المئة وأربعة وعشرين الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية عليها أن تسلم وأن تبذل جهدا لتسليم هؤلاء الأفراد إلى المحكمة أعتقد من المثير الاهتمام أن نلاحظ أنه من ناحية الأمم المتحدة الجمعية العامة هناك 143 دولة تدعم فلسطين وهناك تغير في المنظور الكندي والبريطاني بشأن صلاحيات المحكمة الجنائية بشكل عام نقول بالنسبة لرئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع الحرية في التنقل حول العالم ستكون محدودة جدا ولكن بإمكانهم أن لا يتواجدوا بالنتيجة في هذه الدول التي تعتبر هي عضو في محكمة الجنايات الدولية جئت على ذكر قبل قليل الرئيس الروسي بلاديمير بوتين وكذلك الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير ومرت سنوات ربما على مذكرة الاعتقال ولم يتم شيء حتى الآن هل يمكن أن يتواجه هذه المذكرات نفس المصير نعم هذا سؤال مثير للاهتمام كما قلنا في البداية المحكمة ليس لديها شرطاتها وتعتمد على النوايا الحسنة للدول كي تسلم للاهاي المحكمة الجنائية هؤلاء الأفراد كيف تتصرف الدول هذا شيء غامض نعرف حاليا أنه رغم أن المدعي العام في آخر فقرة له طالب كل الدول بالتوقف عن الضغط على القضاء والمحققين لأنه سيكون هناك إنكار للعدالة هذه القضية مهمة جدا ورد الفعل من الولايات المتحدة وإسرائيل بالطبع كان متوقعا وأيضا مكتب المدعي العام يخضع لضغوط هائلة من جانب الدول التي لا تعترف بفلسطين إذن ما هي الإرادة السياسية للدول وكيف ستلعب دورا ومحاولة التأثير على القضاء هذا شيء غامض أو مجهول ولكن هناك سجل كبير للمحكمة الجنائية أن تكون لديها الشجاعة لإصدار مذكرات ضد مسؤولين إسرائيليين من ولاية ميزوري الأمريكية المحام المختص لبروفيسور أفانسو سيكساسا نانيس شكرا جزيلا لك أثار طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه إضافة إلى ثلاثة من قادة حماس أثر ردود فعل رافضة ومنددة من الطرفين وأندد عدد من الوزراء الإسرائيليين فضلا عن المسؤولين في حركة حماس وحتى في منظمة التحرير نددوا جميعا بطلب كريم خان ونفى كلا الجانبين مزاعم ارتكاب جرائم حرب ردود فعل غاضبة توالت من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني فور إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلب إصدار مذكرات اعتقال في حق نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالانت إضافة إلى قادة حماس إسماعي الهنية ومحمد ضيف ويحيى السنوار نتنياهو خلال جلسة لحزب الليكود في الكنيست وصف إعلان خان بالفضيحة مؤكدا أن ذلك لن يوقفه أو يوقف حكومته فيما قال رئيس الكنيست أمير أوحانا إن قرار مدعي المحكمة الجنائية يظهر أن المحكمة مؤسسة غير قادرة على التمييز بين المعتدي والمدافع حسب وصفه أما وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس فقال إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي هو اعتداء مباشر غير منضبط على ضحايا السابع أكتوبر والمختطفين المئة والثمانية والعشرين في غزة أوعزت بتشكيل لجنة قاصة في وزارة الخارجية فورا تضم كافة العناصر المهنية بهدف مكافحة القرار الذي كان يهدف أولا وقبل كل شيء إلى تقييد أيدي دولة إسرائيل وحرمانها من حقها في الدفاع عن النفس لن تمنعنا أي قوة في العالم من إعادة جميع المختطفين والقضاء على نظام حماس الإرهابي في المقابل رحب منتدى عائلات المختطفين الإسرائيليين بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق كبار مسؤولي حماس على الجانب الفلسطيني اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن إعلان كريم خان يساوي بين الضحية والجلاد حسب تعبير مسؤوليها التوجه لإصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الاحتلال وما يقوم به في إطار حرب الإبادة والتي تحدثنا بشكل واحتمال منذ سنوات طويلة حول أهمية أن لا تستخدم المحكمة الجنائية الدولية المعايير المزدوجة والكيب الميكلين عندما يتعلق الأرض بالاحتلال كما نددت حركة حماس بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادتها وطالبت بإلغاء القرار واعتبرت أن طلب إصدار أوامر اعتقال نتنياهو وغلانت تأخر سبعة أشهر الحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة مخيمر أبو سعدة كما ينضم إلينا من القدس المستشار السياسي السابق في الحكومة الإسرائيلية ميتشيل باراك أهلا ومرحبا بكما أبدأ معك سيد باراك من القدس هذه المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة الجنيات الدولية أو تسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وتابعنا هذه التصريحات تصريحات الرفض والتنديد بهذا السعي لإصدار هذه المذكرات برأيك ما الذي يقلق إسرائيل بشأن هذه المذكرات هذا سيء جدا ولكن المحكمة لم تقرر بعد بما طلبه المدعي العام دعنا نتذكر أن المحكمة ربما لا توافق على إصدار مذكرة الاعتقال هذا شيء وسابق سيئ هذه أخبار جيدة أنهم نظروا إلى جرائم حماس بالجدية من دواعي السخرية أنهم يسمون أنفسهم ضحايا لأن الأمور كانت على ما يرام قبل السادس من أكتوبر كانوا يديرون غزة وقرروا أن يبدأوا الحرب مع إسرائيل ونحن نحاول أن نستعيد رهائلنا وندافع عن أنفسنا وهناك لا تزال عمليات إطلاق صواريخ هناك المحكمة الجنائية استخدمت اصطلاحات تجويع وإبادة ولكن في 19.5 أربعمائة وخمسين شاحنت غذاء دخلت من إسرائيل إلى غزة ستة وعشرين مخبز ينتج خمس ملايين رغيف في اليوم وكل المساعدات تأتي من إسرائيل إسرائيل سهلت هذا وهناك مساعدات من الولايات المتحدة عن طريق الرصيف البحري وهناك إسقاط جوي رئيس الوزراء نتنياهو ما اتهم به لو أنا محل لأوقفت كل المساعدات الإنسانية لأن هذا ما يتهمونه به ولكن مرة أخرى أعود لسؤالك هذا سيء جدا أن إسرائيل تقارن بحركة المقاومة الإسلامية منظمة رهيبة قررت أن تهاجم وتقتل المئات من الإسرائيليين في السابع من أكتوبر هذه سابقة سيئة ليست فقط إسرائيل ضد القرار أيضا الولايات المتحدة ودول أوروبية قالت إن هذا غير مفيد لا يجب الاستمرار ولكن هذه بطاقة صفراء عليهم أن يمضوا قدما بالنسبة لحماس وكانت هناك عقوبات من جانب الولايات المتحدة وأوروبا مليارات الدولارات لحماس جمدت في مصارف في سويسرا ودبي وفي كل أنحاء العالم بالانتقال لك سيد أبو سعدة من القاهرة كيف ترد على مسألة أن هناك مجال لدخول المساعدات إلى قطاع غزة وجاء على ذكر أرقام تصل إلى أهالي قطاع غزة من مساعدات وإمدادات غذائية وغير ذلك وسؤالي فيما يتعلق أيضا بالموقف الفلسطيني من هذا السعي لإصدار مذكرة اعتقال بحق إسرائيليين وحتى فلسطينيين وتعامل المحكمة على حد سواء مع الجانبين في إصدار هذه المذكرات مساء الخير القرار الذي اتخذ المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية السيد كريم خان جاء بعد وقت طويل من البحث والمناقشة وحسب ما أفادت به صحيفة فينانشل تايمز البريطانية اليوم قالت من أن قرار كريم خان اعتمد على مساعدة ستة من القضاء والخبراء القانونيين الذين توصلوا إلى نتيجة مفادها أن ما قامت به إسرائيل على مدار أكثر من سبعة أشهر يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واعتمدت عمليات التجويع التي تحدث في قطاع غزة وكذلك الأذى النفسي والجسدي الذي تعرض له أكثر من 35 ألف من الضحايا وحوالي 80 ألف من الإصابات إضافة إلى مئات المفقودين هو ما جعل السيد المدعي العام يطالب مذكرة الاعتقال ما يقوله ضيفك عن دخول المساعدة دعني أقول لك التالي غزة كان يدخل بها يوميا قبل الحرب 500 شاحنة محملة بالبضائع تدخل إلى قطاع غزة يوميا ولكن منذ السابع من الأكتوبر تقريبا توقفت حركة البضائع بالدخول إلا بشكل قليل وخاصة منذ أن سيطرت إسرائيل على معبر رفع في السادس من مايو من هذا الشهر قبل تقريبا أسبوعين وهذا ما تقوله الأنروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لم يدخل إلا 63 شاحنة من معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الذي يعمل بين قطاع غزة والجانب الإسرائيلي ومعبر رفع مغلق بالكامل منذ السادس من مايو من هذا الشهر يضاف إلى ذلك عمليات اعتداء الإسرائيليين وتوقيف الشاحنات وإعطابها الشاحنات التي تحاول الدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم وفيما يتعلق بالمساعدات التي دخلت عبر الرصيف الذي قامته الولايات المتحدة الأمريكية لم يدخل إلا القليل وهذا لن يكفي وهذا ما عبرت عنه كثير من مرظمات الأمم المتحدة التي قالت أنه الطريق الأنفع والأنجح والأحسن هو فتح المعابر البري بين قطاع غزة والعالم الخارج وأن الرصيف لن يكفي أما فيما يتعلق بسؤالك الثاني دعني أقول بأنه كنا نعرف أن محكمة الجنايات الدولية هي طريق من اتجاهين هي لن تحاسب فقط إسرائيل ولكن ستحاسب قادة المقاومة الفلسطينية وهذا تعرف المقاومة منذ العام 2014 منذ أن انضمت فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية سأعود لك فيما يتعلق بالساعي لإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة من حركة حماس ولكن هنا أعود لك سيد باراك من القدس في حال أصدرت بالفعل محكمة الجنايات الدولية هذه المذكرات بحق رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وكذلك وزير دفاعه يواف غالنت برأيك بأي اتجاه يمكن أن تتأثر إن كانت قرارات الحكومة ومجلس الحرب بهذه المذكرات وحتى العمليات العسكرية والقتالية على الأرض يجب أن تدعوني إلى البرنامج مرة أخرى للحديث عن ذلك لأنني لا أعتقد أن هذا سيحدث الضيف من القاهرة محق قبل السابع من أكتوبر 500 شاحنة كانت تدخل يوميا في بداية الحرب بالتأكيد عندما كنا ندافع عن أنفسنا ونحاول استعادة الرهائن وهذا ما نفعله حتى الآن الكثير من المساعدات توقفت ونقل البضائع توقف كان هذا قرار حماس عندما قررت خوض الحرب السؤال حاليا المساعدات الإنسانية وهو تحدث بصدق أن هناك أو لا توجد شعبية في إسرائيل لإرسال هذه المواد إلى الناس الذين هاجمونا بمعنى حركة المقاومة الإسلامية هاجمتنا وهي تحتجز رهائننا ولم يعطون أي معلومات عنهم لم يقدموا الدواء لماذا لا نقدم نحن المساعدات لهذا السبب الناس الذين هاجموا الشاحنات واضح فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية نعم واضح الفكرة ولكن سؤالي فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال إن أصدرتها بالفعل محكمة الجنيات الدولية ما الأثر الذي يمكن أن تتركه على القرارات قرارات الحكومة وحتى على العمليات العسكرية على الأرض أعتقد أنه كان هناك ضرر حدث بالفعل من خلال طلب المدعي العام كما هو الحال أن نحيل موضوع إطفاء الحريق إلى من أشعل الحريق إسرائيل تحاول تدمير حماس حتى لا تهاجم إسرائيل مرة أخرى الكثير من المساعدات التي تذهب إلى غزة تذهب إلى أيدي حماس لهذا السبب الإسرائيليون لا يحبذون إرسالها الطلب حدث أو الضرر حدث عند الطلب طلب مذكرات الاعتقال أمريكا ضد هذا والدول الأوروبية ضد هذا وهناك إحساس عام في الدول الغربية الولايات المتحدة وأوروبا بأن هذا لا يفيد الموقف إسرائيل كانت قريبة ومن خلال مصر والولايات المتحدة قريبة من التوصل إلى اتفاق ووقف مؤقت لإطلاق النار واستعادة الرهائن وتوفير المزيد من المساعدات كنا قريبين جدا وأعتقد أننا لا نزال وهذا يمكن أن يحدث سوليفان مستشار الأمن القومي كان في إسرائيل ربما هو لا يزال اليوم في السعودية وبالأمس وما قبله نحن قريبون وهذا هذا يعطل المسيرة الآن هذا لا يفيد نعم أن نحاول أن نجعل الطرفين في المكان الذي تريده يريده الوسطاء على الجنائية أن تتراجع لأن قرارها غير مفيد ولن يقرب إسرائيل من إنهاء الحرب واستعادة الرهائن هذا هو هدف الناس الكثيرين واضح سنتحدث عن مخرجات زيارة سوليفان بعد قليل سيد باراك ولكن بالانتقال لك سيد أبو سعد هناك ترحيب فلسطيني واضح بالسعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات كبيرة كنتنياهو وزير دفاعه في إسرائيل ولكن هل الأمر ذاته ينسحب على المطالبات أيضا بمذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس سأجيبك على هذا السؤال ولكن بشكل سريع دعني أقول لضيفك بأن غزة محاصرة منذ 17 عاما هناك حصار إسرائيلي بري وجوي وبحري على قطاع غزة مفروض على أكثر من 2 مليون فلسطيني وثانيا إسرائيل لا تقدم المساعدات إلى قطاع غزة هذه المساعدات تأتي من الأردن وتأتي من دول خارجية وفقط هي تمر مرور عبر الأراضي الإسرائيلي إلى معظر كرم أبو سالم وإسرائيل لا تقدم أي مساعدات إلى الغزيين بل إسرائيل هي من يقتل الغزيين ومن يسبب الأذى للغزيين كما جاء في قرار محكمة العدل الدولي في التدابير التي اتخذتها في الـ 26 من شهر يناير وفي قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية اليوم أما فيما يتعلق بالرأي الفلسطينيين طبعا الشعب الفلسطيني يريد أن يرى العدالة في نهاية الأمر من هو السبب في قتل الفلسطينيين والسبب في هذا الأذى النفسي والأذى الجسدي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من سبعة أشهر يجب أن يعاقب إسرائيل التي ادعت أنها ضحية النازية في الحرب العالمية الثانية هي الآن متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهذا ما يجعل الشعب الفلسطيني يرحب بهذه القرارات من قبل محكمة الجنايات الدولية حتى بحق قادة حماس للتأكيد سيدة أبو سعدة حتى لو حماس عليها أن تدافع عن نفسها في محكمة الجنايات الدولية هي كما قلت محكمة الجنايات الدولية هي طريق من الاتجاهين وليست طريق باتجاه واحد وبالتالي على قيادة حماس أن تدافع عن نفسها فهمات التي تنسب إليها يوم السابع من أكتوبر ولكن في نهاية الأمر هذا الأذى وهذا القتل وهذا الضمار تدمير المدارس والمستشفيات والبنية التحتية قطع الكهرباء والماء وتجويع الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر يجب أن يعاقب عليه المسؤول عنه إن كان فلسطينيا أو إسرائيليا بغض النظر هذا يرجع إلى محكمة الجنايات الدولية لتقرر من هو المسؤول ومن هو المجرم بحق المدنيين الفلسطينيين على مدار السبعة أشهر الماضي طيب سؤال أخير لك سيد براك بتأكيد ترحبون ربما في المقابل باستصدار مذكرة اعتقال بحق قادة حركة حماس ولكن إن كانت إسرائيل غير قادرة على الوصول إليهم لتعتقدون بأن محكمة الجنايات الدولية قد تصل إليهم بشكل أو بآخر حساباتهم المصرفية تم تجميدها وهناك مليارات الدولارات لدى قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس الكثير من هذا تم تجميده من جانب الأوروبيين والولايات المتحدة هناك بعض القادة الذين لم نصل إليهم وهذا هو هدف إسرائيل تدمير قيادة حماس وروح الإرهاب الذي تغلغل داخل هذه القيادة التي تريد مهاجمة إسرائيل القول أن إسرائيل كان لها مستوطنات في غزة عندما عملت مع أريل شارون في 2001 و2 و3 وعندما أعلن أنه يفكي الاشتباك ويزيل المستوطنات من غزة كل هذه المستوطنات تم إزالتها والجيش الإسرائيلي انسحب وحدود قطاع غزة أعطي إلى الفلسطينيين هناك إذن بيل كلينتون وعرفات قام بإنشاء مطار في غزة أغلق لاحقا وكانت هناك انتخابات وقرروا انتخاب قيادة حماس هذا ما حصلوا عليه لسوء الحظ الناس تحتاج إلى قيادة أفضل قيادة مستعدة للعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل قيادة مستعدة للاتجار مع إسرائيل إسرائيل كانت شريك تجاري كبير للفلسطينيين في الضفة وغزة الكثير من الاتجار والمنتجات في السوبر ماركت وفي أماكن أخرى كانت تأتي من إسرائيل هذا يمكن أن يحدث ثانية ولكن لن يحدث إذا كان هناك أناس ينفقون كل أوقاتهم وأموالهم على بناء الأنفاق وقتل الإسرائيليين والهدف في النهاية هو تدمير إسرائيل نعم ولكن مسألة أرصدت قادة حماس في الخارج بحاجة للتحقق من مصدر مستقل السيد ميشيل باراك من القدس تفضل بالبقاء معنا سنعود للنقاش في محور آخر ونوجه الشكر من القاهرة لأستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة مخيمر أبو ساعدة شكرا جزيلا لك الحديث أكثر ينضم إلينا من ولاية أوكلاهومة مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهومة جوشوا لنديس أهلا ومرحبا بك معنا سيد لنديس إذن فيما يتعلق بالموقف الأمريكي بات واضحا إن كان من قبل الإدارة الأمريكية ورئيس بايدن أو حتى وزير خارجية أنتوني بلينكين التي نددت هذه المسواة أو المكافأة بين حماس وإسرائيل فيما يتعلق بمذكرات اعتقال المحكمة الجنايات الدولية ولكن برأيك ما هي أوجه التحفظ الأمريكي على هذه المذكرات الولايات المتحدة لم تنضم إلى المحكمة الجنائية الولايات المتحدة تريد الانخراط في الدبلوماسية المباشرة مع إسرائيل وهي داعم قوي لإسرائيل ولا تريد من قادة إسرائيل أن توقع عليهم العقوبات ولكن إن تمت هذه المذكرات أو استصدار هذه المذكرات بالفعل هل تتوقعون أن تجد طريقها للتنفيذ بشكل أو بآخر إن كان على المسؤولين في قادة حماس أو حتى المسؤولين في إسرائيل قيادة حماس من غير المحتمل أن يخرجوا من غزة أحياء ولكن القادة الإسرائيليون يمكن أن يذهبوا إلى أي مكان في العالم والسؤال أوروبا الولايات المتحدة لا تعترف بمذكرات الاعتقال هذه وأنا متأكد أن نتنياهو ومسؤولي الحكومة الآخرين يستطيعون السفر مباشرة إلى الولايات المتحدة بدون مشاكل الأمر يعتمد على الأوروبيين وكيف يتصرفون هل يريدون المضي قدما في تنفيذ مذكرات الاعتقال هذه واعتقال القادة لا أعرف ماذا ستفعل الحكومات لا أعتقد ذلك وماذا عن رئيس حركة أو حركة السياسية في حركة حماس المتواجد في الدوحة قطر هل تعتقدون بأن قد يتم اعتقاله هناك بحكم أن قطر عضو في محكمة الجنايات الدولية هذا سؤال جيد من الواضح ستكون هناك الكثير من الضغوط على قطر وقطر أسرت أنها تلعب دور وساطة وأن حماس جزء هام من الشعب الفلسطيني ويجب التفاوض في المستقبل هذا موقف قطر وبالطبع حماس صنفت من جانب أمريكا وإسرائيل كمنظمة إرهابية ومن غير المحتمل أن قطر ستغير موقفها نتيجة لقرار المحكمة القرار سيكون رمزيا إلى حد كبير ولكن المستقبل يمكن أن يتغير يعني لن تكون ملزمة برأيك قطر بتسليم أو القاء القبض على إسماعيل هنية هناك قطر عليها أن تقرر كيفية الرد هذه أول مرة تواجه فيها قطر هذه الحيرة بالطبع واجهتها الولايات المتحدة وجزء كبير من الأوروبيين يعتبرون حماس منظمة إرهابية وقطر لم تطردهم من قطر حتى الآن لا أتوقع أنهم سيفعلون هذا نتيجة لقرار المحكمة مثل هذه المذكرات إن تم إصدارها برأيك بأي اتجاه يمكن أن تؤثر على جهود المساعدة الأمريكية للتهديئة في المنطقة كل هذه التدابير تزيد الضغط على الرئيس بايدن وعلى القيادة السياسية الأمريكية للضغط على إسرائيل كي تصل إلى نتيجة ما ونأمل إلى وقف لإطلاق النار في هذه الحرب المروعة التي استمرت لفترة نرى الضغوط تؤتي أكلها نتيجة لما قاله وزير الدفاع في إسرائيل إنه سيغادر الحكومة إذا لم تكن هناك خطة بشأن ما سيحدث لاحقا في نهاية العملية العسكرية وكيف سيتمكن الفلسطينيون من إعادة الإعمار ونوع القيادة نرى انشقاق داخل إسرائيل وهذا جزئيا لأن الإسرائيليين قال يقون أن المجتمع الدولي وبشكل متزايد انقلب عليهم واضح سيد جوشوى لنديس من ولاية أوكلهاما تفضل بالبقاء معنا سنعود للنقاش في محور آخر بعد قليل